نحن من بحثنا لمساهماتنا من صندوق الميزانين ندور الشركات اللي أول شي نعرف منه الشريك وشنه نوعه الشغل ونسوي بحثنا في الجهالة قوي بعدين ندور طبعا بما أن الصندوق يستثمر في دول الخليج الشرق الأوسط بعضها وتركيا فاستثماراتنا نحاول تكون في القطاعات اللي لها نمو قوي وأحد هذه القطاعات التعليم كذلك في الصحة في الخدمات في التغذية في أشياء ثانية مثل حتى في الصناعة والأمور النفطية الشركات اللي تشتغل فيها فمن أحد هذه الشركات وهي هذه شركة آيكون وإن شاء الله نتأمل خير في هذا الاستثمار مثل الاستثمارات اللي سبقت في الصندوق لكن ما هي مزايا تمويل الميزانين تحديدا؟ نحن طلعنا وكنا في أم بي كي كابتل أول شركة اللي تطلع صندوق ميزانين في المنطقة وهذا النوع من التمويل اللي هو يصير مثل تقول خلطة ما بين تمويل الممباشر وما بين المساهمة في الشركة فيصير فيها نوع من أنواع الورنس على أرباح الشركة طبعا شنو اللي غيره يعني البنك لما يسلف الشركة ما يصير في مجلس الإدارة في الميزانين لا نشارك مع الإدارة في الشركة ويصير فيه اجتماعات كثيرة طول الوقت بحيث أن نساعدهم في تنمية الشركة أول شي نحفظ حقوق المساهمين في الصندوق ونفيد الشركة لأننا لا يمكن أن ندخل في شركة في استثمار كونه استثمار مباشر في الصناديق الأخرى أو بالميزانين إلا إذا شفنا أنه فيه فايدة للشركة من دخولنا إذا ما فيه فايدة إحنا عمرنا ما نسلف بس جدي نعطي الفلوس ونقولها توكل على الله وتعلن عقب أربع سنين لا نكون وياه طول الوقت فحتى هذا الاستثمار أول سنتين فيها ما رح يدفع أي شيء بعد سنتين يبدأ يدفع من راس المال أول سنتين يدفع بس فايد هل هناك خارطة لتمولات الميزانين هل تعتمد على مناطق أم على أسماء شركات بعينها؟ نرى أننا صندوق من تقريبا أكثر من ثلاث سنوات استثمر الصندوق للحين ستة استثمارات في بعضها من تركيا وفي بعضها من الإمارات أكثر شيء تخرجنا من استثمارين منهم فهذه الأحيان اللي بقوا أربعة بما فيها الاستثمار الأخير ففي طلب لكن هم بعد لازم يصير اختيار من ناحية الاستثمار طبعا لنا هذا صندوق مقفل ليس مفتوح فالناس لا تدخل وبعدها طريقتها مثل الاستثمار المباشر العميل يضع كثير يريد استثمر لكن كل ما سوينا مثل حين استثمار تذهب للمساهم تقول لها حصتك من هذا الاستثمار هذا الكثير يدفع للحصة هذه بالاستثمار بهذه المناسبة أسألك عن استثمارات الميزانين وغيرها من الصناديق التابعة للوطني كابيتل لا شك مثلا صناديق الأسهم تأثرت لأن التأثر مباشرة في أسواق الأسهم عندك صناديق الاستثمار المباشر او الميزانين لأن طريقة الاستثمار أني أختار الشركة التي أستثمر فيها وبعدين أكون مع الشركة في الشغل فالحمد لله عندنا في أم بي كاي كابيتل بدأنا نتخارج من النوعين من الميزانين وبدأنا نتخارج من البيزانين باستثمارات كانت في شيء منها في تقريبا في وقت الفورة يعني أوائل الفين